أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرأة أخرى أزائي المشاهدين يعيشوا هل ستؤثر هزيمة سانداونز على نادي الأهل يوم الجمعة؟ لا إن شاء الله بالعكس هتبقى دافع يعني الهزيمة يمكن إحنا ما عنداش مشكلة قومة عن هزيمة بره بمصر مشكلة في الهزيمة اللي كانت هنا طبعاً هي اللي كانت مفجأة وغير متوقعة أبداً مفجأة وغير متوقعة بس تكنش وحش بالظبط أكيد على الرغم من كده لكن هناك بالعكس أنت تتغلب تكن وحش فعلاً يعني فعلاً الهزيمة هناك مستحقة يعني دعنا نكونوا الواقعين مستحقة طبعاً فعلاً وأصلاً يعني أنا أقول لهم فعلاً كانوا عملين لنا اعتبار قوي وكانوا خايفين مننا بجد كروياً أنهما سانداونز من الفرق اللي في دائماً مستحوز على الكورة تأخر وخارج أراضيها يعني نحنا شوفناهم السنتين نحنا تخطيناهم هنا من دور ربع النهائي قلنا هما كروية كنوا أفضل بلعبوا مستحوزين دائماً هما الأخطر في معظم مباريات لكن هما المباريين يتعلمون الدرس هو استبلك الكورة خالص هو مهتم أنه لا يستقبلش أهداف أكثر من الهتمام هو يسجل أهداف هو فقط خطف معجل أننا كنا بحركة قبل الماتش قلنا الكورات السابتة والركنية للأسف مع أول ركنية استقبلنا هدف وطبعاً كان فيه طبعاً أكيد فيه إجهاد بس فيه عدم تركيز برضو هذا يعني الحصل خلاص لكن هذا يكون دافع طبعاً لنا في الماتش اللي جاي أكيد طبعاً أنت خلاص أنت أنا مش بس هنا عشان بس حزبة حتى الصعود حزبة أن أنت تكون بتستعيد هبة الفريق لأنه الفريق ده لما نقول يعني معظم الناس المتوقعة متوقعة سكر كبير ثلاثة واربعة وإن شاء الله أكبر من كده ده لي الناس أصلاً مش بس تفكر في الماتش ده يعني أنا مش مهتم أن أحفل مثلاً على صديق السوداني أنا سكتسبته ثلاثة واربعة أنا مهتم مدرسالة لكل إفريقيا أنه لقى يا جماعة أنا جاي بدافع على اللقبي وإن شاء الله أخذ الثالثة على التوالي مضبوط فإذاً ده ليس سيحصل إلا بس كور بتستعيد بالهبة وده بيحفظ لك زي البطولتين دول ما هم بيكون كده إرث كارو كما يسمونه يعني بيكونوا تاريخ بيديك سكا وبيخوف الفرقة التانية حتى الفرقة التانية دي سانداونز ولا التراجي ولا الوداد بيبقى عمل لك حساب عمل لك حساب أنه ليس سيدوش على الكوروية حتى لو شافك أنت أقال منه كثيرا كورويا في منعب في وقت المباراة أنت ممكن تكون في اللحظات أنت في عمل مضايع كورويا لكن هذا التاريخ يدهيب فبضو الماتشات إذا أنت تفوز بها سكور أربعة وخمسة وستة تدهيب داخل البطولة نفسها دائما نحن نسمع نحن سانداونز نفسه ما هو الذي يدهيبه؟ أنه كل شوية يكسب ستة وخمسة ويكسب بره أرضه مش عشان المريخ لا عشان البطولة كلها مستقبل البطولة كلها طيب ناخد أربعة وخمس تعليقات سريعا جدا طهر بيقول تلاتة واحد للأهل بإذن الله داليا الكابيتانو أهم من الطاقة أحب أبعث رسالة للعبت الأهل لأننا نقبل أي تهاون أنتم تلعبون في أعظم نادي في الكون ابزلوا كل ما لديكم من جهد وكونوا رجال كما عهدناكم جمهوركم يثق بكم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين طبعا سالة واضحة حمد صلاح بإذن الله كابتن مصر نفوز تلاتة صفر برجاء ترد علي طيب أرد عليك ماشي أنت هنكسب تلاتة صفر أرد أقوله إن شاء الله البدر المنير صح تلاتة واحد أنت عمري اتنين واحد أحمد أبوتريكا هدفين للأهل هاني فليكس إن شاء الله تلاتة صفر كيمو بيقول اتنين صفر إن شاء الله ناصر ديفل تلاتة صفر أيمن الوقع دربعة صفر إن الكل بيذهب ده كان